ازايكم يا شباب؟ في الفيديو بتاعنا النهاردة وبناء على طلب العدو الجميل اسماعيل هنشرح الفتالتي وكمان البروتالتي الخاصة بشخصية جاكس نهاردة هنشرح الفيديو بطريقة جديدة ارابي تعجبكم وكالعادة اول حاجة هنبدأ بيها البروتالتي اول بروتالتي معنا اللي هي سلو كلاب وزي ما احنا شايفين ان هي لازم اكون عامل الهيت للارم بتاع جاكس اللي هو اخلي الارم بتاعه منور ودي الابلتي اهي قدامنا وطريقة تنفذها مفيش اي شروط للبروتالتي خالص غير اني دي تكون اخر ضربة وزي ما قلتلكم ووردكم شكل الابلتي لازم نكون مختارنا تاني بروتالتي معنا اللي هو اسمه missing something وزي ما احنا شايفين الطريقة بتاعته وده لازم يكون معايا اكتر من 50% في الهيلس وادوس عكس اتجاه الخصم وانا بنفزه هنشوفه مع بعض اهو ما ننساش تاني 50% من الهيلس بتاعي وادوس عكس الاتجاه هيتنفذ معايا البروتالتي البروتالتي اللي قدامنا اسمه slummer jammer وده البروتالتي كل اللي مطلوب منه بس ان انا انفز الضربة دي كاخر ضربة في الماتش ادي برضو شكل الابلتي بتاعها لازم نختاره يا شباب عشان يتنفذ معايا كل اللي بعمله ان انا بنفذ الحركة هيتنفذ معايا البروتالتي على طول بدون اي مشاكل البروتالتي دوت اللي اسمه باقيو ده لازم انفذ الابلتي دي او الضربة دي خلال الماتش خمس مرات وتكون سادس مرة هي الضربة بتاعت البروتالتي ادي الابلتي اللي لازم اختارها هنبص يا شباب دي كده سادس مرة اهي خلاص تتنفذ معايا على طول لازم اكون ضربة الخصم بتاعي بنفس الضربة خمس مرات اسناء الماتش البروتالتي اللي معانا اسمها باوندد ودي لازم اعمل الجراب هو هنا كاتب اهولد على المربع لا يا شباب انا بافضل ادوس واسيب على المربع وكده كده ميزة البروتالتي دي ان انا ممكن ادمجه في كومبو زي ما احنا شايفين اهو هعمل الجراب هو اي الهولد لا انا افضل ادوس على المربع علشان يتنفذ معايا البروتالتي لو عملتوا هولد مش هيجي معايا البروتالتي خالص لازم ادوس واسيب على المربع اكتر من مر بافضب وده بتاع الجراب للخلف ولما بعمل الجراب بدوس على المربع والمسلس زي ما هو مكتوب قدامنا كده ورا بعض بسرعة هيتنفذ معايا البروتالتي اهو بعمل الجراب مربع مسلس مربع مسلس كتير ورا بعض بينفذ معايا البروتالتي بمنتهى السهولة اي سيد سليب وده بروتالتي سهل جدا وهو انا وانا بنفذ الكمبو اللي مكتوب قدامنا بسبت ايدي على السهم تحت بيتنفذ معايا بدون اي مشاكل خالص ادي البروتالتي بنشوفه مع بعض اهو تنفيذه مفقوش اي مشكلة نهائي حتى الكمبو نفسه سهل بوت كامب وده لازم اسببت ايدي على الاكس لازم اكون فول هيت للارم يعني الارم بتاعي مشحون على الاخر ولازم اكون واقف في اخر الشاشة هتشوفه دلوقتي معايا ده هو فول هيت اهو واقف في اخر الشاشة واسبت ايدي على الاكس وانا بعمل الضربة اللي احنا شفناها دي بيتنفذ البروتالتي شروطه كتير ولكنه سهل قاف من بعيد واسبت ايدي دلوقتي هنبدأ الشرح بتاع الفتالتي لشخصية جاكس الفتالتي الاول معانا وزي ما احنا شافين بين قوسين مكتوب كلوز يعني اكون قريب منه الاسهم اللي احنا بنشوفها دي يا شباب دي ان معناها ان شخصيتنا واقفة على شمال الشاشة عشان محدش يطلغبط بعمل طبعا نفس الدربات المكتوبة او الشورت كت اللي مكتوب تحتيها بيتنفذ معايا الفتالتي بمنتهى السهولة الفتالتي التاني قدامنا اهو برضو مكتوب كلوز يعني لازم ابقى قريب منه وبنفذ الدربات اللي مكتوبة قدامي هيتعمل معايا الفتالتي بمنتهى السهولة برضو فتالتي سكلها في اللعبة الحقيقة سهلة وتنفذها سهل يمكن بتبقى المشكلة شوية في اللي ستيج في تالتي المعظم الشخصيات ودي سهل ان انا بعمل الشورت كت وبيبقى متوضح قدامكم على الشاشة اللي فيها الشرحة هنروح دلوقتي للليستيج في تالتي وطبعا اللي مش عارف الستيجز او المناطق اللي بيتعمل فيها الفتالتي تقدروا ترجعوا للفيديو اللي ظهر قدامكم من فوق تعرفوا جميع المناطق اللي فيها الفتالتيز وان شاء الله هجيب لكم قريب جدا فيديو للسكرت بروتالتي اللي ممكن نستغل العناصر الموجودة في الليستيج عشان نعمل بروتالتي على الخصم اخر حاجة واللي دايما بحب اختم بيها وهي الفرينشيب زي ما شفنا طبعا تنفيذ الحركة ولكن الفرينشيب يا شباب يستحسن نعمله من بعيد او من مسافة متوسطة اتمنى الفيديو يكون عجبكو وتمنى يا اسماعيل اكون شرحت لك اللي انت محتاجه شكرا ليكم يا شباب واشوفكم على خير سلام